أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وقطر في إطار التضامن العربي والإيمان بوحدة المصير جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الأمير التميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وأكد الرئيس السيسي أنه تم التوافق على استمرار البناء على حجم الدخم الذي تشهده حاليا أطر التعاون الثنائي بين البلدين فضلا عن دفع آليات التشاور والتنصيق المتبادل بشأن مجمل القضايا والتطورات المتلاحقة في إطار صون الأمن القومي العربية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناولا تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية وذلك في إطار تضافر الجهود العربية في مواجهة التحديات الإقليمية وأوضح المتحدث الرسمي أن أمير دولة قطر أعرب عن التقدير العميق للجهود المصرية الحثيثة على الساحة العربية بقيادة الرئيس السيسي لترسيخ دعائم السلم والأمن الأقليمية وكان آخرها نجاح الوساطة المصرية للتوصل إلى وقف سريع لإطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلية وإعادة الهدوء إلى قطاع غزة وأضاف المتحدث الرسمي أنه خلال الاتصال الهاتفي تم بحث بعض الموضوعات في إطار علاقات التعاون الثنائي حيث ثمن الأمير تميم بن حمد العلاقات الأخوية بين البلدين معربا عن حرص قطر على تعزيز أطر التعاون القائمة بين البلدين وفتح أفاق جديدة للتعاون ترجمة نانسي قنقر